من بغدادة دكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية أهلا بك دكتور واثق على الرغم من شخصية دونالد ترامب المثيرة للجدل وعلى الرغم من الرفض الكبير الذي شهدناه في الداخل الأمريكي له فاز في هذه الانتخابات ما الذي كان يريده الناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي من وراء انتخاب واحد مثل دونالد ترامب؟ شكرا جزيلا أولا على المستوى الشعبي ترامب لم يفوز في الانتخابات فازة كلينتون لكن نظام الانتخابات الأمريكي الآن اللي بدأت تتوجه الانتقادات كبيرة أنه المخولين أو يسموه الكليا الانتخابية من 398 شخص هم اللي غيروا وهذه ثالث مرة تحدث في الانتخابات الأمريكية على مدى 45 رئيس القضية الثانية رئيس جديد يفوز لا يمتلك خلفية سياسية لا يمتلك حتى دعم من حزب الجمهوري أنا شبهته في كثير من الفضائيات نسخة من قرباتشوف اللي يفكك الاتحاد السوبتي في 91 ربما هذا الشخص سيفكك الولايات المتحدة الأمريكية كدولة كبرى على أساس أن الأمريكان لأول مرة كشعب منقسم بانتخابات على أساس عنصري على أساس ديني على أساس عرقي وبالتالي مشاكل بين السود والبيض المسلمين والمسيحيين الأصليين والمهاجرين وهذا الأمر يبدو قلق للغاية مع رجل لا يمتلك خبرات وأيضا هناك رسالة ثانية أن الشعب الأمريكي بات غير مهتم بالاستراتيجية والسياسة الخارجية الأمريكية بقدر اهتمامه بالسياسة الداخلية وعود ترامب ربما تسبب مشاكل كبيرة في موضوعة السياسة الخارجية لكن لا يعتمد على فريق جديد كما يعتمد على سيد مايك بينت حاكم انديانا السابق من الممكن أن يكون فريق يعدل المسارات في المرحلة المقبلة نعم فيما يتعلق بالسياسة الداخلية وسط هذه الاحتجاجات التي شهدناها ونشهدها المنددة بفوز دونالد ترامب الآن الرئيس يتهم وسائل الإعلام بتحريض المحتجين على فوزه هل تعتقد أنه سيتخذ إجراءات فيما يتعلق بوسائل الإعلام في الفترة القادمة يعني هو لا يستطع أن يتخذ قرار قبل عشرين كانون الثاني القادم موعد اجتلامه إلى الرئاسة لكن هو فوجئ بردود أفعال شعبية لأن قبل قليل هذا ناقص الخطر بدأ يدق بالوقت المتحدة الأمريكية على أساس أن المجتمع الأمريكي أصبح مجتمع منقسم لو نراجع اليوم الملفات لسيدة ترامب كثير منها حذفت في موضوعة الإسلام موضوعة اللاجئين في موضوع تحسين صورته لكن ربما بعد أن يسترم السلطة ممكن أن يتخذ أي قرار لكن الشعب الأمريكي ربما لن يسكت في ظل وجود الحزب الديمقراطي وجود منظمات دولية تعارض أي قبح للجمهة أو معارضة المواطنين في اتخاذ قرارات وخاصة بالنسبة إلى الزنوج أو السود في الولايات المتحدة الأمريكية أنا قلت لرئيس ترامب ربما مشاكل صعبة ربما لن يكمل دورة الانتخابية ربما يؤدي حتى إلى تفكيك الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمة نعم بالنسبة للحكومة العراقية ما هو موقفها إلى حد الآن من الرئيس الجديد؟ الرسالة التي أرسلها لرئيس ترامب الحكومة العراقية أو للمشهد السياسي العراقي غير مطمنة وصف الجميع باللصوص يقول العراق ليست دولة بلد مفكك وهذا الأمر في ظل ثلاثة كتل رئيسية تقود البلد لكنها منقسمة فيما بينها والدليل عندما يذهب رئيس الوزراء العبادي إلى الولايات المتحدة أن شاهدوا فود من كتل أخرى من بيوتات سنية أو كردية أو شيعية تذهب لتعطي رأي آخر وبالتالي هذا العراق أضعف أمام دول الإقليم أمام الولايات المتحدة الأمريكية ومن هذا المنطلق يعني يوم أمس لو تلاحظين كل العالم يرسل وفق البروتوكول برقية تهنئة واحدة من العراق سبعة برقيات تهاني رئيس الجمهورية رئيس الوزراء رئيس البرلمان وصل الأمر حتى نواب يرسلهم برقيات تهاني هذا أضعاف إلى العراق هذا أضعاف لدولة يجب أن تكون موحدة في كل تفاصيلها لذلك السياسي العراقي اليوم يخشون من تراب ماذا سيفعل كيف يتعامل مع العراق وبالتالي يجب أن تكون هناك رسائل مطمنة من الجانب العراقي في هذا الاتجاه نعم هذا بالنسبة للحكومة العراقية أيضا مخاوف قائمة يعني من ربما إلغاء هذا الرئيس الأمريكي للاتفاق النووي مع إيران هل تتوقع فعلا أن يقدم على هكذا خطوة أم أنها كانت من ضمن البروباغاندا أو بروباغاندا حملة الانتخابية يعني أولا بالنسبة لبغداد كانت تعتقد أن الرئيس أوباما يدعم الحكومة العراقية ويدعم الرئيس العبادي والاتفاق الذي صار مع الإقليم أيضا بضغط أمريكي هذا الأمر قد يستمر أو لا يستمر هنا المخاوف العراقية بالنسبة لإيران يعني أعتقد أن هناك تناقض عندما يتناغم مع الرئيس بوتين برسائل غزل وإعجاب بين الطرفين ويقول سأحسن العلاقات مع موسكو كيف يحسن العلاقات موسكو ويضرب إيران الحليف الاستراتيجي بالنسبة لموسكو هذه نقطة تبدو بحاجة إلى توضيحات وهذه دلالة على قصر الرؤية السياسية لهذا الرئيس الثانيين الاتفاق النووي البريطانيين الأيرانيين مع الروس لعبوا على وتر مهم جدا أصدروا القرارات لكن الغاها يجب العودة إلى مرس الأمن العودة إلى مرس الأمن يعني أكوفيتا روسي حاضر لا في موضوع العقوبات ولا في إلغاء هذا الاتفاق وبالتالي هذا الأمر ربما أيضا يشكل مشكلة كبيرة أمام ترام في موضوعة السعودية أيضا مشكلة كانت تصريحاتها غير موفقة بالنسبة للمملكة والمملكة تعتقد أن الرسائل كانت خطرة وغير جيدة حتى بالنسبة للوضع في سوريا عندما يجب أن يتوافق مع الروس كيف سيتعامل بخلاف معهم نعم لا نزال نتحدث عن حزمة المخاوف دكتور واثق هذه المرة من الاتحاد الأوروبي مخاوف كبيرة أيضا من أوروبا وبالتحديد فيما يتعلق باتفاقية التجارة يعني هل أيضا سيقدم ترامب على هكذا خطوة هل سيربح أعداء من جميع المناطق حتى من الاتحاد الأوروبي أنا في بداية الحديث تحدثت بتحليل متواضع قلت هذا الرجل يشبه غوربوتشوف الذي فكك الاتحاد السوفيتي غوربوتشوف كان يغازل الأمريكان عندما رشح للرئاسة انتقد حلف وارشو بشدة اليوم ترامب يتغازل مع الرئيس الروسي بوتين ينتقد حلف الناتو بشكل غريب وينتقد الاتحاد الأوروبي وموضوعة التجارة وهذا ما يشكل قلق إلى الأوروبيين اللي عندهم كان موقف حتى من الرئيس أوباما على اعتبار أن الفرنسيين والبريطانيين يعتقدون أن مصالحهم قد فقدت في المنطقة وخاصة في سوريا لذلك ضغطوا على الأمريكان من أجل عقد مؤتمر باريس لوزراء الخارجية والدفاع وضغطوا على الأمريكان من أجل أن تكون هناك معركة للرقم صاحب المعركة الموصل كيف سيتعامل ترامب مع هذا الأمر لا يمكن الوقت المتحدة الأمريكية تخسر كل حلفاءها في هذه التصريحات غير المنسجمة والهوجاء رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك